السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرهزاناتي في الفيديو ده حنحل اسئلة الويندوز كورس نيو ICL والتؤال الاول بيقول Which one of the following is the most appropriate routine to shut down the computer اي من الاتي افضل طريقة او افضل روتين طريقة روتينية ان احنا نقفل الكمبيوتر الاختيار الاول unblock the power cable of the computer نشيل فيشة الكمبيوتر click the start button and choose shut down افتح قيمة start واختار shut down اغلاق press the power button on the CPU until the computer shut down automatically افضل ضغط على زرار الباور بتاع الكمبيوتر بتاع ال CPU لحد من الكمبيوتر يتفيه automatic طبعا بغلط اضغط alt و control و delete و افتح ال task manager واختار in the task طبعا الاجابة الصحيحة هي تاني اختيار اختار قيمة start افتح قيمة start واختار shut down سؤال التاني use the operating system help function to find information about not bad which one of the following is the first line of help for not bad بيقولك استخدم ال help بتاع ال operating system ودور على معلومات عن كلمة not bad وفي المعلومات دي شوف اول سطر هيطلع لك ايه واختار اول سطر من الاختيارات يعني السطر الاولاني اللي هيطلع في search هيكون حاجة من الاختيارات دي طبعا لازم نستخدم ال help ال help بيقوم موجود في قيمة start هنفتح قيمة start اختار منها help and support وهنا اكتب not bad واضغط search او enter بعد كده بيقولي which one of the following is the first line of help for open not bad يبقى افتح open not bad شوف بقى الفرست line بيقول ايه بيقول not bad is a basic text editing program that you can use to create document نروح بقى نشوف الاختيارات which one of the following would you do to uninstall a software application ايوم من الاتي مفروض نفعله عشان نشيل برنامج من على الجهاز نلغي software application طبعا انا عشان اشين software application من ال windows بدخل ال control panel واختار program and feature من program and feature بختار uninstall ال application اللي انا عاوز ايه طبعا اختار بيقولي الاول بيقولك go to program and feature and uninstall the required application روح ال program and feature ويلغي البرنامج طبعا هذي الاجابة الصح ايه التاني بيقولك delete the shortcut طبعا انا لو شلت الشورتكات مش معنا كده ان انا شلت البرنامج البرنامج بيفضل موجود select the application and delete it اختار ال application وعمله delete طبعا برضو انا اشقق اعملت delete برضو البرنامج بيفضل موجود على الجهاز go to task manager select the application under the process tab and click in the process ايه لو انا عملت كده لو رحت وعملت لل task manager وبعدت كده اخترت ال application واخترت tab process وعملت end task انا بقفل البرنامج بيش بيفضل فالاجابة الصحيحة هي الاختيار الاب use the search feature to locate the file named stuff in the document let us folder enter the name of the folder where stuff is located into the answer box provider استخدم خصائص search بتاعت windows عشان تعرف مكان الفايل اللي اسمه stuff في document letmus folder يعني ادخل document letmus ودور على stuff ولما تلاقيه اكتب ال name بتاع الفولدر اللي هو موجود فيه داخل البوكس ده احنا كده دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ ندخل document letmus هنفتح start ونفتح document ونفتح ونفتح folder letmus احنا هنا في document letmus عايزين بقى نستخدم خصائص search عشان ندور على stuff هنكتب هنا stuff dot text وندوس search لقى نستخدم هنفتح 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 نكتب اسمه في البوكس يبقى هكتب كلمة company في البوكس select the icon that represent a network انه من دول network طبعا دي my computer دي printer ده folder يبقى هي دي network move the internet explorer icon so it is the bottom right of the window يقولك حرق الايكون اللي هو internet explorer عشان يبقى تحت يمين في الويندو هنا طب فين اصلا الايكون بتاعت internet explorer ده هنا ده my computer دي هنا recycle bin ادي اهو الايكون بتاع internet explorer ودي طبعا ال control panel عايز يعمل له drag و drop بالماوس يعني احط صبعي على الزرار الشمال للماوس وافضل ضغطه واتحرك بالماوس تحت يمين في المكان ده هنا use the paint icon to open the paint application leave the application window open استخدم الايكون بتاعك البينت to open the paint application عشان تفتح برنامج البينت وبعد ما تفتحه سيبه مفتوح فين هنا برنامج البينت ادي ده كده برنامج البينت ده الورد باد ده الكالكوليتور ده النوت باد فهو ده البينت هضغط عليه مرتين عشان يفتح واسيبه select the part of the window that represents status bar فين ال status bar في الويندو دي؟ ال status bar هنا تحت restore the minimized explorer window بيقولك فيه ويندو معموله minimize اعمل له restore المفروض دي هنا علامة ال minimized هي هنا غلط المفروض هنا يبقى فيه الشارطة بتاعت ال minimized وهنا علامة ال restore دي تكون في النص وهنا close restore بيتبقى دي مكانها هنا احنا نضغط عليها هتتعمل هترجع ايه restore يعني هيرجع ال ويندو في النص مش تحت هي دي صحي كده المفروض اضغط عليها بس مكانها بتبقى في النص هنا يعني كده دي minimized و دي restore و دي close مفروض تبقى تحت هنا بنفس الترتيب هي كده انا عملت لها restore لو عايز ارجع minimize ثاني هاضغط هنا switch to the open word document list and enter the mark then save and close the file بيقولك ارجع للword اللي هو المفتوح اللي اسمه list واكتب فيه mark then واعمله save and close يعني فيه دلوقتي word document مفتوح و طبعا هو موجود تحت هنا taskbar عشان افتحه هاضغط عليه كده بالماوس هلاقي اثنين word مفتوحين هو عايز list فهروح اضغط على ده واكتب كلمة mark then بالضبط ال m capital هنا والبقى small وهنا z capital والبقى small بعد كده اعمل file save و بعد كده اعمل file close capture the current screen and paste it into the open word document print save the document and close the word application بيقولك التقط الشاشة الحالية بعد ما تلتقطها بعد ما تلتقطها ضعها في open word document يعني فيه word مفتوح اسمه print بعد ما تطبعها اعمل save document واقفل ال word application طب احنا بنكابتشور current screen منين بضغط alt to print screen من الكيبوردة هضغط alt to print screen وبعد كده افتح ال word عايزين بقى نحط الصورة جوه ال word هنعمل ايه هنضغط paste الصورة تحطت هنا بيقولي بقى save the document and close and close هقول file save and file close change the computer's desktop theme to architecture هادي يغير الثمز الثمز بتاعت الدسكتوب الثمز تتغير منين من رايت كليك على الدسكتوب هنا واختار personalize حالي architecture تحت ثم اهي اهي هتغط عليها بس كده انا غيرت الثمز اي من الادوات الاتية بيستخدم عشان يخزن ملفات وفولدرات البرينتر ولا الاسكنر ولا الكيبورد ولا ال dvd طبعا الفايلات والملفات بتتحط على dvd which one of the following which one of the following best describe the type of file system structure being shown in the image below يعني بيقولك اي من الاتي افضل وصف لنوع نظام الفايلات المرسوم دوت الظاهر في الصورة الشكل ده اسمه ايه طبعا الشكل ده بتاع ملفات الويندوز دايما بنلاقيه ناحية الشمال وده طبعا اسمه شكل هرمي او هيريكل فهي الاختار الدات which one of the following is a benefit of online storage اي من الاتي من يعني خوائد التخزين on-line الonline storage requires more hardware or storage device and software application هو يعني ايه الonline storage الonline storage يعني التخزين على الانترنت مش على الجهاز فبيقولك الonline storage ده بيحتاج اه ان انا اشتري hardware جديدة عشان اعرف اخزن ملفاتي طبعا غلط confidential data can be easily shared with everyone on the internet بياناتي السرية سهل جدا اي حد يوصلها على الانترنت طبعا برضو غلط only the creator can access and maintain data stored online بيقولك اللي انشأ بس الملفات دي هو اللي يقدر بس يوصلها فقط online برضو غلط file can be shared safely without allowing access to your computer from the internet الملفات الملفات ممكن تنتشر بامان يعني انا انشورها بامان واسمح لبعض الناس بس فقط هما اللي يشوفوها without allowing access to your computer from the internet من غير مش لازم اوصل الكمبيوتر بتاعي على الانترنت يعني بياناتي موجودة على الانترنت مش لازم افتحها من الكمبيوتر الخاص بي طبعا هي الاخيرة هي اللي صح which one of the following program extension is used for a compressed file أي من الاتي extension بيستخدم للملفات المضغوطة الاستخدم للملفات المضغوطة هو .zip .bmp .avi .web video افتح المكان ده وخلي طريقة العرض تبان بالطريقة دي name size type file هنفتح المكان ده منين start document litmus school astronomy تمام؟ يعني هنفتح فولد الفولدر لحد ما نيوصل بعد كده طريقة العرض هي already موجودة بس لو ما كانتش موجودة بطب هفتح السهم ده من هنا واختار details طيب عايز يعرف enter the size عايز يعرف حجم الملف الاسمه ping bang فين ping bang او هقف عليه كده هسلكته حجمه قد ايه 16 و 6 من 10 كيلو بايت هو بقى بيقول لي ايه enter the size اكتب حجم الملف الاسمه ping bang داخل البوكس بس you must use the value rounded يعني عايز الـ value تكون متقربة لأقرب كيلو بايت يعني مش هكتبه 16 و 16 لا هكتبه 17 زي ما هي متقربة هين داخل البوكس go to the document litmus school astronomy folder and sort the file by file size in ascending order enter the name of the smallest file without the path into the answer box provided اه روح للفولدر اللي هو اسمه document litmus school subject astronomy ورتبه اه ترتيب تصاعدي حسب الحجم واكتب اسم اصغر فايل من غير البوكس بتاعه من غير مكانه يعني في البوكس طيب هنروح للمكان ده طبعا اه لو مكانش مفتوح هنفتح طبعا start document litmus بسواء already مفتوح اوض document litmus school astronomy عايزين بقى نرتب الملفات حسب size ascending هنعمل right click و sort boy هنرتب حسب size وبعد كده هنرتب ascending هنعمل right click تاني و sort a ascending كده هنرتبنا حسب size ascending كنا ممكن برضه ندوس على size هنا كان هيترتب ascending enter the name of the smallest file فين ال smallest file اهو new underscore workbook.text without the path من غير مكانه مش عايزين مكانه fill answer a post collapse 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 يعني اضغط الملف اللي اسمه document يعني هنضغط على الماينس دي هتقلب بلس كده وتتضغط كده خلاص كده بقت collapse لو هو بقى لي expand ادوس عليها و افتحها ترجع تاني ايه كده يعني كده هي expand ادوس delete the file answer file from the folder document let us to school هنروح للمكان اللي هو عايزه طبعا هفتح قائمة start document let us to school record اهو ال path اللي هو عايزه عايز delete file فان الفايل اللي اسمه answer اهو هرغط عليه و delete من الكيبورد او right click و delete يستوى يستوى rename the file graph in the folder document let us to school record و already الفولدر مفتوح اناعمل rename لغراف هنعمل write click عليها و نعمل rename و نسميها line graph open the file slogan in the folder document let us to school project and enter the text save the environment and make a difference save and declose the document هنفتح الملف اللي اسمه slogan طبعا الموجود في المكان ده فهنفتح قائمة start و نروح نسلوجن و نضغط double click هنكتب save the environment and make a difference نكتبها زي ما هي ال capital ال capital و ال small بعد كده save and close file save file close create a folder in the folder و ثم document let us to school project and name it recycling اعيز انشئ فولدر جديد في المكان دوت و اسميه recycling اروح للمكان هنعمل new folder اهي new folder او right click new folder و اكتب recycling زي ما هي مكتوبة و enter create a folder called history in the document let us to school subject folder and create a sub folder in history called ancient عايز ينشئ فولدر جديد اسمه history في المكان ده و بعد كده هيعمل جوا فولدر تاني اسمه ancient طب نشوف المكان احنا المكان عندنا هنا ايه document let us to school project لا اهو عايز document let us to school subject فهنرجع عند let us و نفتح school subject هنرجع ندوس هنا عند let us و نضغط school subject هنعمل هنا فولدر جديد new folder و انا نسميه history و بعد كده هنفتح history و نعمل new folder ثاني و نسميه ancient what is the correct procedure for selecting two adjacent files within a folder الى الطريقة الصحيحة عشان تختار اه اتنين ملف مجاورين داخل فولدر جنب بعض يعني اتنين ملف جنب بعض فولدر هت click on the file هتضغط على الفايل وبعد كده هتضغط على زرار escape and click on the next file وتضغط على الفايل التاني that wish to select اللي انت عايز تختاره طبعا نفس الكلام بس بدا ال escape ايه زرار اللي انا بضغط عليه لما بعوز اختار ملفين جنب بعض طبعا هو زرار shift لكن لو بعيد عن بعض زرار control طبعا انا اختار الاختار الاخير which one of the following is not true about a computer virus اي من الاتم الصحيح عن الفيروسات تاتي الكمبيوتر a computer virus is a man-made program that damaged the data in the computer الكمبيوتر virus هو برنامج صنعة عشان يدمر البيانات في الكمبيوتر طبعا ده صح computer virus can lay dormant in the computer until triggered by a particular event يمكن ان يظل الفيروس ساكن حتى يحدث حدث معين يخليه ينتشر طبعا ده صح computer virus can infect a computer through desk email attachment of a flash drive الفيروسات ممكن تصيب الكمبيوتر عن طريق disk او مرفقات email او flash يعني flash طبعا برضو صح computer virus can't infect other programs in the computer computer virus لا تصيب او لا تستطيع ان تصيب البرامج الاخرى في الكمبيوتر لا طبعا هو virus بيصيب اي حاجة فهو ده not true الاجابة الاخيرة not true why must antivirus scan software be updated regularly ليه دايما انا المفروض اعمل update للantivirus طبعا عشان اهاجم الفيروسات الجديدة من غير ما نقرأ كل الاختيارات عشان ادتكت نيو فيروس use a search feature to search for all .jpg file in the document let most signs that folder enter the number of jpg file in the enter box provided استخدم خصائص search عشان تبحث عن كل السور اللي هي .jpg .jpg دي يعني السور المكان دوت هنفتح المكان طبعا من start document let most signs that نتأكد هنكتب هنا .jpg هندور ونعمل enter ادي كل الملفات عددهم اربعة وهنكتبهم في البوكس copy the file lab policy from the folder document let most signs that to the folder document let most advanced sci copy يعني copy الملف من المكان ده للمكان ده هنفتح المكان الاولاني هو document let most signs ده ونروح للاب نرجع بس ونفتح advanced ونعمل هنا right click و paste نتأكد نتأكد ان ده هو نتأكد ان ده هو عايز بقى يكت ده and ده يعني ده وده لما بعوز اسيليكت اكتر من file او folder في المكان واحد بس بعيد عن بعض باضغط control وبعد كده اختار الاثنين folder او الاثنين file اضغط control واحدد الملاخين واعمل right click و cut وطبعا لازم انا بعمل right click اكون واقف على واحد في الاثنين لان لو عملت بعيد right click و cut حيشيلي select هو روح المكان التاني اللي هو عايزه ده واعمل right click و paste delete the file كذا and the folder كذا from the folder ده هنفتح ال folder ده عايز delete ده وده هعمل طبعا اه اشوف الملاخين old و agenda ممكن نعمل control ممكن نعمل shift لان هما الاثنين جنبوا بعض و بعد كده hit click عليهم و delete change default printer to test printer 1 احنا عايزين نغير default printer البرينتر الافتراضية بتست printer 1 و we want to change default printer طبعا هو اكد اكد افتحلي control panel هفتح device and printer المفروض ان ال default printer اللي بيبعليها العلامة الخضرة دي وهي letmus printer احنا مش عايزين دي عايزين test printer هنعمل write click عليها و set as default delete all the print job from test printer 1 بيقولك شيل كل المحاولات اللي انت حاولت تعملها في printer على test printer 1 او print job من test printer 1 هنختح test printer 1 نضغط عليها double click هنلاقي ان احنا حاولنا نتبع my test هو عايز يdelete all the print job هنقول document cancel using letmus zip application compress all file in the document letmus signs depth signs the folder into a zip file called كذا in the same path بيقولك استخدم برنامج الزب بتاع letmus عشان تضغط كل الملفات اللي في المكان ده في ملف مضغوط وسميه كذا في نفس المكان طب انا عايزة a compress file يبقى احنا عايزين نعمل ملف جديد فهقول new نفتح الباث ده document letmus signs هنعمل فيه الملف الجديد اللي هو عايزه اسميه هنسميه هنا نكتب نفس الاسم ده هنا عشان احنا عايزين نعمل ملف مضغوط جديد اسمه كذا بعد ما اكتبه هدوس save هو قال لي في نفس المكان طبعا مش هغير المكان هدوس save هيتفتح لي بقى الويندو اللي فيها الفايلات اللي انا عايزة اضبها add file هو عايز كل الفايلات اللي موجودة في المكان ده قال كل الفايلات مش فولدراتي هعمل selectة على كل الفايلات دي معده عشان ده فولدر هعلم عنهم كلهم اقول open كده كل الملفات اللي انا عايزة اضغطها دخلتها خلاص في الايه في البرنامج ده open the compressed file كذا in the كذا folder و extract all file to the كذا folder يقول لك افتح الملف المضغوط اللي اسمه pattern في المكان ده وبقى كده نفك الضغط بتاع الملفات اللي فيه في المكان دوت احنا كده عايزين نفتح ملف المضغوط يبقى هنقول open الملف المضغوط في المكان ده يبقى لازم نفتح الباث ده و ندور فيه على pattern.zip و ندور فيه على pattern.zip بقى نقول open عاديين بقى نفك ضغط كل الملفات هنقول extract بقى براوس فولدر document litmus science biology document فين document اهي جواها litmus جواها science adapt جواها biology بقى اقف على biology هنا جواها petony هقف هنا على petony و اقول ok و طبعا نقول file نقول ok which one of the following is a good practice in naming a file contained a financial figure ايه افضل اسم انا ممكن اسميه لملف بيحتوي على معاملات مالية طيب العلامة دي مرفوضة في الرنين علامة الاسدوبر و علامة ال pack slash مرفوضة في الرنين و علامة القوص ده مرفوضة في الرنين فالإيجابة الصحية او إيجابة لأن ال underscore مش مرفوضة في a في الرنين اشتركوا في القناة